موسيقى مساء الخير لا فكاك ولا مناصة من ارتباط الثقافة والسياسة إذ لا يمكن للمبدعين أن يعيشوا في جزر معزولة أو يحلقوا في فضاء مجرد من هنا نحاول في هذه الندوة قراءة أثر التحولات الجارية في الوطن العربي على حركة الأداب والفنون ونستعرض أيضا أبرز الإنتاجات الإبداعية في عام مضى تاركا لنا عواصفه وحروبه ودماء ضحياه فأي حبر يستطيع مواكبة ما يجري ويدور في بلادنا المخضبة بأحلام بنيها يسعدني في هذه الندوة الخاصة بالحصاد الثقافي لعام يمضي استضافة كل من السيدات والسادة الكاتبة والناقدة العربية المصرية ماجدة خير الله أهلا وسهلا الكاتب والناقد العربي اللبناني الأستاذ بير أبي صاعب أهلا وسهلا وعبر الأقمار الصناعية من تونس الكاتبة والناقدة العربية التونسية كوفر الملاخ مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك بالبداية مشاهدينا اسمحوا لي أن أتقدم بأحر التعازي من ذوي الشهيد محمد شطح والشهداء اللي سقطوا اليوم بمدينة بيروت ومن كل الضحايا اللي عم يسقطوا نتيجة الإرهاب والعنف أين مكان السؤال الأول هو من وحي ما جرى اليوم في بيروت وما يجري في عدد من المدن العربية سيدة مجدة أنه ثقافة العنف والإرهاب وخطرة على حرية الإنسان عموما والإبداع والفكر بشكل خاص هو في الحقيقة الغريب أن هذا العنف بيولد نوع من الفنون أرقى لأن الإنسان عموما في مواجهة الخطر بيستنفر كل مواهبه وكل قدراته على المقاومة فالفن وسيلة والثقافة وسيلة للمقاومة والتعبير عن ألام وأحلام الشعوب فأعتقد أن السنتين اللي فاتوا بالنسبة لنا في مصر وبالنسبة للعالم العربي عموما حصل تغيرات ثقافية وتفرط يمكن في الظروف الأمينة ما كانتش موجودة نعم إذن هذه التصاعد حركة العنف وحركة الدماء والقتل كأنه ربا ضرت نافعة يعني بمعنى أستاذ بير أنه الإنسان لما بيلاقي حال وقدام تحدي ممكن نطلع منه أكتر أكيد أنه بلحظات الأزمة الكبرى بكل التاريخ التحولات والثورات والحروب الأهلية هذا الرحم الجريح المتألم خصب جداً وبينتج إبداع وبينتج فكر نقدي ولكن أيضاً ما بنا نكون مزوشيين ونتلزز بالألم يعني كنا بنفضل نكون بمرحلة أفضل ونحن نعمل ونحلم بزمن أفضل وبالتالي كان ممكن أيضاً يكون فيه مجتمعات ديمقراطية هادئة فيها سلم أهلي وقبول للآخر وكمان ننتج ويكون فيه إبداع وفن وثقافة وفكر سيد كوفر يعني ظاهر التنامي العنف وتنامي القتل والشراسة هذا العنف ووحشيته إلى ماذا ترجعينها إلى ماذا تردينها وتونس تشهد بعض أعمال العنف أول مساء الخير نترحم على شهداء الذين سقطوا اليوم وبالنسبة إلى الحديث عن العنف في مقابل الحديث عن الثقافة إذا ما أردنا أن نتحدث عن الثقافة أصبحت جديدة في عالمنا العام معاصر وهي ثقافة العنف التي يقع ترسيخها لأسباب سياسية بطبيعة الحال وهذا واضح نلاحظ أن التشدد ليس دينياً فقط التشدد بأشكاله المختلفة لأن ما يكرس عادة هو التشدد الجيني التشدد هذا إذن خلق أو غايته خلق نوع واحد أو نمط واحد من التفكير فيرفض الفكر أيضاً في المقابل غايته خلق نمط واحد الإنسان العنيف والإنسان المتشدد لا يمكن أن يكون مبدعاً لأنه دأب على سنة الاتباع للإبداع وبالتالي أول عنف يوجه إلى المبدعين وإلى مجال الثقافة وخاصة حينما يختلط السياسي بالثقافي وحينما يصبح الجانب الثقافي وسيلة ليس غاية في حد ذاته خدمة الثقافة للثقافة وإنما يصبح وسيلة لخدمة الأحزاب السياسية أو لخدمة الانتماءات السياسية وحتى لخدمة الإيديولوجيات المختلفة هنا انطلاقاً من اللي تفضلت فيه بدي أسألك سيدة ماجدة أنه لماذا المفقف مستهدف خصوصاً في وطننا العربي وعبر مراحل مختلفة دائماً مستهدف يعني في قائمة في رأس قائمة المستهدفين يعني متذكر اغتيال فراشفودة بمصر مثلاً طعن نجيب محفوظ لماذا المفقف مستهدف يعني ما الخطر الذي يشكله على الآخر لأن الفنان والمبدأ والمثقف هو ضمير وعقل المجتمعات هو المفروض أنه هو كمان مش بس بيكلم عن ما حدث ولكنه بينير الطريق لما يمكن أن يحدث فهتلاقي دايماً المفكرين والأدباء والفنانين سابقين المجتمع بخطوة وعدهم قرون استشعار يعني مثلاً هتلاقي فيه فنون وأفلام كتيرة جداً فيلم تيور الظلام بتاع وحيد حامد قال بوضوح أنه هيجي لحظة القوى الدينية الظلامية هتسيطر وحيدعمها الفساد فدي كان حاجة من خمس ست سنين قبل كل اللي حصل ده وكثير من الأفلام اللي عملها الراحل عاطف الطيب وآخرين يعني كانت فعلاً بتجي إرهاصات كده على أن هذا قادم قادم هذا الصدام قادم قادم ولذلك أي قوة ظلامية بتستهدف هؤلاء اللي بينيروا الطريق للمجتمعات تقييمك لسنة الـ 2013 يعني اللي عم نودعها بعد أيام قليلة بتنتهي كيف كان الحركة الإبداعية بشكل عام يعني قبل ما ندخل بالتفاصيل نحكي عن السينما عن الأدب عن رواية الأخيرة ولكن بشكل عام هل كانت أفضل حالاً يعني المدهش بالنسبة دي بالرصد يعني أنها كان فيها علامات فارقة سواء في السينما أو في التلفزيون عكس ما ما الناس تتخيل هو قد يكون الكم من المنتج قلب بشكل واضح نظر لأن اللي حصل ده عمل مشاكل اقتصادية خلت شركات الانتاج وتتقلص في انتاجها ولكن المنتج كان جايد النوعية أفضل النوعية أفضل وكانت جريئة جداً يمكن مش مسبوقة في سنوات قبل كده وكأنها دروع للمقاومة خوفاً من سيطرة الطائرات الزلمية الاستبدادية أستاذ بيار كيف هيك تتطلع بالألفين وثلاث عشر بعين إيجابية على المستوى الإبداعي بعين سلبي بأي عين هي سنة كل المصاعب وسنة الموت بامتياز وسنة التحديات الكبرى ولكن هي سنة الأمل أيضاً بالدرجة الأولى يعني فينا نقول أنه هذه سنة سقوط أحلام الربيع العربي وبالتالي في بلدين أساسيين مختبرين كبيرين في العالم العربي هم مصر اللي هي أم العالم العربي وهي نص العرب وتونس اللي هي البلد الحديث القريب من الغرب والحام الأحلام العلمانية والتغيير مروا بامتحان الربيع العربي وشفنا إخفاقاته فهناك أولاً معركة المثقفين والمبدعين ضد كل أشكال التوتاليتارية والوصايات الديني منها السياسي وهناك سمة أخرى للعام 2013 برضو مهمة نذكرها هي عام رحيل الكبار يعني في معظم الأقطار العربية مغرباً ومشرقاً خسرنا مجموعة من أحد نجعلها بالتفاصيل أكيد من الأسماء الكبرى اللي علمتنا نفكر وعلمتنا نحلامه ورسمت لنا أحلام الربيع الذي أجهد للأسف في الأشهر الأخيرة والسنوات الأخيرة صحيح رح نستعرض بعض أسماء الراحلين خلال الحرقة من كبار المدعين العرب مشرقاً ومغرباً مثل ما تفضلت بس هل توافق يعني ما تفضلت به الأستاذة ماجدة أنه النوع النوع عم بيكون أفضل ولو كان الكام أقل لأن احنا بكير للحكي لسه بدري بمصر يعني للحكي نزال من المبكر أن نتكلم عن النوعية بقلب العاصف بقلب الدوامة ننتج النوعية بدي تراكم بدي سنوات بدي هدوء ولكن أنا فهمت كلامها بأنه الزخم المبدع أوي كتير لأنه في إرادة الحياة في إرادة المقاومة في إرادة بناء مجتمعات جديدة منفتحة ومتعددة وحرة وهذا بيخلي المثقفين يبدعوا كتير ولكن أنا ما بوافق أبداً على حكاء طيور الظلام من مرحلة انحطات زمن مبارك يعني صور الإسلاميين بطريقة اختزالية في جهل هذه الحركة اللي هي نصف المجتمع العربي والمصري بدون محاولة فهمهم وهذا يمكن من الأسباب اللي وصلتنا لهون وصلتنا لامتحان السواد امتحان الظلام لأنه ولا مرة فهمنا الإسلاميين ولا مرة فهمنا هذا النصف من المجتمع اللي عبر بشكل من الأشكال عن رغبة ما بمجتمع آخر السيدة كالفر حضرتك يعني ناقدة وشاعرة في الوقت نفسه بتونس أدي عم تشوفي أنه الثقافي والنتاج الإبداعي عموما بمستوياته المتعدد نحن نعرف يعني أن تونس كانت عم تقدم لنا دائما مسرح مبدع سينما مبدعة أشكال مختلفة من الإبداع أدي عم بشكل هالإبداع نوع من الحصاني أو المقاومي للخراب والتخلف والعودة إلى الوراء والله أريد أن أعود لو سمحت أستاذ زهي لنقطة هامة أثارها الأشقاء من أم الدنيا هي نقطة التقابل بين الكمي والكيف بالنسبة لسنة 2013 يعني استعدادا للبرنامج تصلت بالوزارة والمسؤول الإعلامي عن الوزارة ليعطيني بعض الإحصائيات فجأت بأن العدد الكامن سواء في المسرح في السينما في جميع الأشكال أو الأنماط الثقافية يعني هناك دعم إضافي وإن كان هناك في عدد العروض تراجع بنسبة 4% فقط مقارنة بسنة الفارطة ولكن هناك نعيش حتى على مستوى الواقع نعيش زخم وهذا الزخم أرى أن نتيجته الأولى والأساسية هي الكبت الذي عشناه منذ مدة طويلة يعني ما ألاحظه في العالم العربي ليس فقط في الخضراء في تونس فقط ما نلاحظه هو أن المواطن العربي صار قادرا على أن ينطق صار قادرا على أن يعبر عن نفسه وبالتالي هناك رغبة شديدة في أن يكون الإنسان مبدعا حتى وإن لم تكن له المؤهلات لذلك وبالتالي إذا ما أردنا أن نستنتج من هذه الوضعية نرى أن هناك تحديات تفرض نفسها وهي ما تفضلت حضرتك بقوله هناك تحديات هناك قوى تريد أن تنسف الثقافة من جذورها تريد أن تنسف بالنسبة إلى تونس تريد أن تنسف الهوية التونسية أصلا وما الاعتداء على مثلا تراب المناطق الترابية مثلا من ذلك الأضرحة للأولياء الصالحين إلى أخيره ما الاعتداء على المسرحيين في تونس في السنة الفارطة أمام المسرح من قبل فئة من المتشددين كل هذا يجعلنا في رهان يجعلنا أمام دور خطير للمثقف العربي يجب أن يطلع به وللمبدع العربي ما يقع على الساحة في المراس أن مثلا على مستوى الشعر النصوص كثيرة وكثيرة جدا الكل أصبح شاعر وهذه كلمة تقال حتى في شوارعنا في تونس على محال مجالات التواصل الاجتماعي وفي كل المجالات إذن نجد زخما شديدا الكل أصبح منتجا لكن بالنسبة إلى الكيف هذا هو المشكل هل هذا الإنتاج في بعض الأحيان الإنتاج ليس في كل الحالات كما تفضلت وأشرت سيدي الكريم ليس في كل الحالات هو مقاومة للقوى الظلامية في بعض الحالات يصبح الإنتاج الإبداعي هو نفسه استفزازا لمشاعر هؤلاء وبعدها إذن يعطيهم حتى الحجة أو الذريعة لكي يصبح العنف أكثر ويتفاقم بدرجة أكبر خلينا نسمع تعالي سيدي ماجدة علي تفضلت فيه تفضلي في الحقيقة أنا بحعلق بس على كلمة أن هنا في استفزاز لهؤلاء أنا بعتقد أن محاولة التودد إلى هؤلاء قضية خسيرة لأن دول لهم تجاه واحد أنهم عايزين يبيدوا فكرة الثقافة الفنون هما ضد الحياة عموما والفن هو الحياة هو بيخاطب مشاعر الإنسان هما ضد ده خالص فأعتقد أنهنا ما نفكرش إحنا هنستفزهم وللأ ده إحنا المفروض أنه هي دي وسيلة المقاومة يعني أنا هذه الأيام لو حادتك بالتابع أو أي حد بالتابع ما يحدث في مصر هتلاقي في استدعاء لكل مكان بيقولوا فرج فودا كل مكان أقوال نجيب محفوظ كل أمل دونقل كل هؤلاء العظماء بنستدعي كلامهم يقول يا ده شوف من إمتى كان عندهم هذه الرؤية الصائبة حتى الجيل اللي ما حضرش أو ما كانش واعي أثناء وجود وحياة فرج فودا ابتدى يقلب ويقرأ ما كان يكتبه يشوفوا هذا الضحية اللي قيل عنه أنه كافر ووا ووا كان بيقول إيه وإيه اللي استفزهم بكتباته بكتباته فلأهم أنه لا ده الراجل كان عنده حق أنه يقاوم بهذا الإبداع وهم اللي كانوا على باطل فأعتقد أن المهدنة مع هؤلاء زي فكرة الحوار لا يمكن تجيب نتيج يعني كمان شو بيعمل واحد بيرفضهم بيستقصرهم بيقصيهم عن الحياة محرقة مثلا يعني لا مش والله هم اللي عملوا المحرقة هم اللي حرقوا المجتمع هم اللي عادية عندك بيفجاروا كل يوم لغته لغته هي التفجير هي القتل هي يعني فكرة أنها تأقصاء أو مش أقصاء نعم ليه لا ليه من الأشخة تأقصاء هذا الشر المتنامي الذي لا يعرف أن هذه النارة الحارقة نطفئها ببساطة يعني حق الشعوب أنها تعيش أمينة يعني شو رأيك أستاذ بير طبعا مش متفق تماما مع الست مع أنه كلامها بنسمعه كثير في الشارع العربي لما فيك تكون ديمقراطي وتقصي جزء كبير من الرأي العام بلا ما تفهمه يعني أنا مش بقول يعني طبعا أنا منطلق من يعني يمكن الأكثر علمانية في هذا الموضوع لابل أنا مادي عمليا ولكن لا يمكنني منواجب إذا شئت أن أبني مجتمع ديمقراطيا وهذا بعدنا بالعام 2013 لأنه هذا السؤال ترح بإلحاح كيف في مجموعة من الناس كبيرة وعندها شرعيتها بينما كان المثقفي اليسار في استبلات مبارك في قصوره بياخده امتيازاته كان هما في السجون وبالتالي عندهم شرعية ما ولو كان خطابهم ما بيعجبني وأنا فعلا ما بيعجبني أنا خصم أساسي وشرس لابد من الاعتبار أنه هذا جزء المجتمع موجود لكي أحاول أن أفهم وأحاول أنا لا أخافنا الحوار لا أخافنا الاختلاف وأحلم بمجتمعات عربية قائمة على الاختلاف هما بيقصوا هما بيقصوا هذه مشكلتهم أنا لا أقلد هتلر أنا أرفض النازية أساسا فمش ممكن أكون نازل لأني ضد هتلر واحد اثنين ما فيك تعمن يعني بالشرائح التيار الآخر لأنه لحظت المزاج الحلقة وهذا بيشرف الحلقة علماني ونسوي وهذا مكاني الطبيعي ولكن لا يجوز أن نعمم فيما يسمى الحركات والطيارات الإسلامية هناك فعلا تدرجات من الإرهابي والعنيف والإلغاء إلى ناس تحاول أن تفكر وممكن استقطبها وواجبي أنا كمثقف أن أخطبها وأن آتي بها إلى المعسكر وهذا وارد في تونس ووارد في مصر اللي بدي أقوله أننا مش عم نعمل كما بنفس الوقت مش عم نعمل استعادة أرشيفية لأحداث ألفين أفضل وطلق عشر على مستوى الثقافي عم نعمل استعادة يعني أثر التحولات الجارية على الثقافي وعلاقة كمان أثر قالنا ما إحنا كان عندنا محترمين وعملنا ديمقراطية وعملنا انتخابات ورحبنا بوجود الإسلاميين وبوجود محمد مرسي كانت قد نتيجة صح وانتخبتوه وانتخبناه والناس كانت متوسمة خير والناس قالت البسطاء قالوا دول بتوع ربنا فادي نديهم فرصة فماذا فعلوا فما تقوليش وبعدين احنا مش مشين بنفتو للناس نعم عندي دهاية قليلة لما أتوقف مع موجز إخباري أستاذة كوفر شو تعليقك عم تسمعي تفضلي والله بالنسبة إلى ما قالتها الأخت الناقضة بالنسبة إلي لا أطلب مجاملة ولا أطلب لكن بالنسبة إلى الأدب بصفة عامة بالنسبة إلى الإبداع بصفة عامة أنا دائما أقول أن الأدب ينطلق من الأدب وليس من قلة الأدب يعني فما ظوابط أخلاقية دنيا تحكم حينما يكون الأدب أو الإبداع فيه إذاية يعني يقس على ذلك مسألة الحرية أيضا إذا كان الإبداع فيه إذاية للغير لمشاعر الغير ليس معنى ذلك أنني أتحدث عن إذن محاولة ترضية لهؤلاء لأن هؤلاء أوافقها في أنهم يريدون محق الثقافة بجميع ظروبها لأنهم لا يريدون سوى خطابهم يريدون ليس فقط الثقافة بل هم يريدون أن يوقفوا استعمال الفكر البشري يعني في نهاية المطاف نحن نتفق في شيء ولكن بالنسبة إلى تقويم للأعمال التي شاهدتها على الأقل على مستوى السينما على مستوى المسرح هناك البعض منها الذي يتحدى يفرض وجوده ويقول ها أنا موجود ولكن يقولها بطريقة راقية توافق سمته وتوافق صفته كمبدع ولكن بعض الناس يقولونها بطريقة فيها الكثير من الاستفزاز حتى يصل إلى الاستفزاز اللفظي والتهكم والاستهزاء بهؤلاء هذا ما هو مرفوض بالنسبة إلي على الأقل هو الأهم قيمة العمل الإبداعي نفسه يعني بمعنى كل ما ارتقى العمل الإبداعي كمنتج كل ما كان يعني مقاوم بطبيعته أكتر لأي عملية إقصاء أو إلغاء يعني كل ما كان جيد لعمل الإبداعي كل ما هو قادر دافع نفسه طبعاً دي مسألة مش عايزة كلام أنا ما جبت السيلة وما هادش تكلم عن أن لازم يبقى ضد الحياة مين قال إن الإبداع ثم أن المنتج اللي حصل فعلاً في السنتين اللي فاتوا اللي أنا بتكلم عليه المستوى اللي أنا بتكلم عليه شيء عظيم جداً بدليل بدليل إنه هو تقييمه ما كانش داخل داخل حدودنا ولكن في كل المحافل العربية اللي شارك فيها في مهرجلات عربية كان له تقييم جيد جداً والمحافل العالمية في المهرجلات العالمية كان له تقييم فمش ممكن العالم يقيم عمل غير أخلاقي وغير إبداعي كأن التحولات اللي حاصلة بالعالم العربي يعني سواء سميناها ثورات أو سميناها حراك أو سميناها يعني سموها ما شئتم كأن رجعت أعادة الاعتبار لجوهر الفن الحقيقي جوهر الفقافي بمعناها الحقيقي مش الاستهلاكي اللي كان سائل بفترة من الفترات هذا حقيقي بزر السيد بير الناس نزلت على الشارع والناس اكتشفت الحرية يعني لما بميدان تحرير نستعيد أحمد فؤاد نجم الله يرحم ونستعيد محمود درويش أمل دونقل الصلاح جاهين يعني على العودة إلى جوهر الشعب يعيد تملك ذاكرته يعني الانظمة الدكتاتورية جنتها الشعب الآن يعيد امتلاك حريته وبالتالي يعيد امتلاك الابداع لأن الابداع هو لغة التم مثل ما تفضلت وقلت هو لغة التمرد القصوى على كل القوى بما فيها القوى الميتافيزيكية الغيبية فالابداع هو سيد الموقف ولكن الابداع مش سهل مش كلمة بتتم الابداع يفترض نتجا يفترض الماما بالتقنية يفترض ثقافة واسعة يفترض حاضنة ويفترض مجتمع ينتج ويوزع هذا الفن وهذه الأعمال الفنية ونحن وازلنا في أول طريق يمكن بالألفان وثلاثة عش كمان وسائل التواصل الاجتماعي أشارت كوفر لهالنقطة يعني عم يتوسع دورة أكثر فأكثر بمعنى إمكانية النشر عبر هذه الوسائل نشر الشعر الأفكار الغناء الموسيقى الأفلام كله صار يعني متيسر للجميع هل هذا الشيء ينعكس فقط إيجابا بمعنى هامش حرية واسع ولا له أيضا أوجه سلبي أنا بشوف أنه هو إيجابي في جميع الحالات حتى لو مش مفترض أنه كل الناس تبقى محترفة لكن مجرد القدر على التعبير القدر على التواصل نقل الأفكار بعد كده هو زي ما تقول الحياة بتغربل عارف يعني بتغربل طبعا بتنتقي الأفضل الأقيم هو اللي بيبقى والباقي خلاص الناس بتعرف أن ده مستوى فلكن الأول افتح الأبواب كل الناس تعبر خلاص تاخد فرستها في التعبير بعد كده الفنان كلمة فنان حتلتصق بالشخص اللي أبدع شيء له قيمة يتفق عليها الأغلبية لو سمحتولي رح نتوقف لدقائق مع موجز إخباري ثم نتابع هذه الندوة الخاصة بالحصاد الثقافي للعام 2013 وطلتصق موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة الثقافي بما يجري في العالم العربي أذهب إلى الشاعر كوفر الملاخ في تونس كوفر ما هي أبرز يعني المحطات التي استوقفتك سنة 2013 سواء أفلام سينمائية مسرحيات كتب على مستوى تونس أو على المستوى العربي والله بالنسبة إلي على المستوى البلاد التونسية فما حدث جعل المشهد الثقافي بالنسبة إلي في نهاية السنة جعله كلون الكتاب أسود يعني ظهور الكتاب الأسود لا يمكن أن أمرر هذه الفرصة ولا أتحدث عن ظهور هذا الكتاب الأسود الذي يعتبر الذي كتبه هو بطبيعة الحال رئيسنا رئيس المؤقت سيد منصف المرزوقي هذا الكتاب الذي يعتبر طعن لا في الثقافة ولا في الإعلام ولكن طعن في كل هذه الجوانب مجتمعة هذا الكتاب كان صدمة بالنسبة إلى المثقفين لأن كان الأجدى حتى على مستوى اهتمام الساحة الثقافية والرأي العام كله بالكتاب كان يجدر أن ينتقل هذا الاهتمام إلى أعمال أخرى بطبيعة الحال بالنسبة إلى أهم حدث هزني أنا شخصيا ورجني هو رحيل المبدع أحمد فؤاد نجم يعني كان بالنسبة إلي أحمد فؤاد نجم كان رفيق مر الكلام ديوانه يعني كان رفيق دربي أحفظ تقريبا أغلب أشعاره لي معه علاقة عشق أنا حينما أقبل على كتاب أو على شريط أو على أي لون من ألوان الثقافة أقبل معها لا كأثر سوف أنتقده وسوف أظهر إيجابياته أو سلبياته بل تجمعني به علاقة وعشق حد التحليق وهذه تلك هي مفهوم الثقافة يعني شخصيا أساريحكم القول أنني في هذه السنة لم أقف على عمل إبداعي هزني لكن وقفت على حدث الثرفي وهو واقع في أم الدنيا في الإسكندرية وهو مؤتمر القصة القصيرة جدا يعني هذا المؤتمر حدث أعتبره حدثا فارقا في الثقافة العربية لأن المثقف العربي لم يعد لا يديه المجال لكي يقرأ فالقصة القصيرة جدا ستعيده إلى الأدب وتعيده إلى الكلمة إن كان قد ابتعد عنها بطبيعة الحال الله يسمع منك أستاذي مجدى خير الله أيضا نعم تفضلي تفضلي باختصار شديد أستاذ أستاذ أستاذنا نجيب أستاذنا نجيب محفوظ يقول احذروا عدوا واحدا هو اليأس فدائما مدام في النفس نفس إبداعي وحس جمالي وحس إنساني فلا يجب أن نيأس أبدا لا يجب أن ننزل الأياد يجب أن تبقى أيادينا مرفوعة ورؤوسنا وأقلامنا وإبداعاتنا وفكرنا مرفوع حتى نستطيع أن نواجه هذا هذه بينقظفرين المصائد التي ابتلان بها الله والتي أكيد سنخرج بها عن طريق الثقافة لا غير الله يسمع منك سعد الله وأنوس بيقول أننا محكمون بالأمل ولا يمكن لما يحدث الآن أن يكون نهاية التاريخ أيضا أستاذي ماجدة حضرتك كاتب سينمائي وناقضة ومتابعة لمجريات الواقع الإبداعي والثقافي العربي أبرز الأشياء لإستوقفتك يعني سواء الإصدارات أو الأفلام أو الأعمال الفنية لإستوقفتك بالألفين وطلتعش في الحقيقة بالنسبة لنا في مصر أنا في منتاز سعادة لأن عندنا كم من الأفلام تقدر تقول أنها مشرفة طبعا كان كنا وصلنا لمرحلة يقولك ده هنوصلنا للدرك الأسفل بقى فيه أفلام هبوط شديد مؤلمة ففجأة في نفس العام الحمد لله ظهر أفلام جيدة جدا فازت في مهرجانات ومرشحة أنها تتواجد في مهرجانات أخرى ولها استقبال شعري زي مثلا فيلم فرش وغطة زي فيلا 69 زي فتاة المصنع وفي عودة للكبار زي محمد خان في التلفزيون في تجارب حلوة جدا وحيد حمد عمل بدون ذكر أسماء وفي مسلسل تاني كان عامله سامة أنور عكاش الله يرحمه وتعامل في رمضان اللي فات اللي هو موجة حرة وفي مسلسل ذات في الحقيقة سواء في التلفزيون أو في السينما في أعمال قد تكون مش كبيرة إنما ست سبع أعمال في السينما أنا أعتقد أنه كويس جدا نعم بدأ نشهد عودة الفن اللي بيحترم عقول المطلقين وعقول المشاهدين وهذا شيء مهم أستاذ بير يعني أنت ابن بيروت متابع جيد لما يحدث في بيروت خصوصا يعني النتاجات غير المكرسة إذا فينا نقول نتاجات الشارع أو الـ فالداء بتشوف بيروت بعدها مختبر كانت بالألفين وثلتعش كمان شو اللي استوقفك أكتر شيء من الانتاجات فيها بيروت اسمح لي بس أولا أحكي عن اليأس لحظة لأنك حكيت عن الأمل والسد بتونس وأنا بعتبر عام 2013 وعام اليأس ومش غلط اليأس خيانة مشروعة يعني أجمل أعمال أنا تبعتها وعرفتها من تونس إلى بيروت قائمة على اليأس يعني في مسرحية الفاضل الجعايبي مع جليلة بكار تسونامي هي تشكيك يأس بالربيع العربي رغم أنه علينا أن نحلم بأن يستمر هذا الربيع بشكل أو بآخر لا أحاول أن أحبط بلبنان مسرحية نضال أشأر مع ناجي صوراتي الواوية كمان مسرحية يأس هي مأخوذة عن بريخت الأم كوراج الأم شجاعة برأيي اليأس أحيان قد يكون مولد للأعمال الإبداعية بيروت لأرجع لسؤالك فيه دايما غزارة بالأعمال يعني كان فيه عشرات المهرجانات من الموسيقى التجربية والجاز لمهرجان إبسن الكاتب العالمي السويدي إبسن نعمل له مهرجان أيام بيروت السينمائية أكتر من مهرجان موسيقي وسينمائي ومسرحي ولكن السؤال ببيروت المشكلة هو أنه جمهور الثقافة آخذ إلى التضاؤل أنت سألت إذا بعد عاصمة كانت عاصمة ثقافية ولكن كان جمهور عربي لبناني واسع اليوم جمهور الثقافة نعم كافر رح أرجع لعدك بس يخلص بير فش شو عم تحاول عم تحاول تقول لي بالدور 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 آه مش عم تسمع بسيطة كنت عم بقول أنه بالنسبة للبنان في عندك جمهور محصور بآلاف للأسف وهذا لا يشجع يعني الفن لازم يعيش بيعيش من اللي بيشتروا الكتب القصونات وبيروحوا على المسرع وعلى السينما وهذا لا يمنع أنه مثلا سينمائي مثل محمود حجاج عمل فيلم كتير حلو أنه يعني النتاج الإبداعي النوعي كان مفاجئ في بيروت طبعا وطبعا فيه ثلاث معارض للكتب أنا ما ذكرت بس في معارض الإنطلياف معارض الفرانكوفوني ومعارض بيروت العربي الدولي للكتاب رغم أزمة صناعة الكتاب كمان كان فيه ثلاث معارض يعني دايما في هذه المحاولة المكابرة بيروت تكابر ولكن بيروت تعيش أزمة حقيقية علينا أن نعترف بهذا الشيء نعم بس رغم يعني شدة المحني اللي عم تمر فيها بيروت لا يزال هناك كثير من الحراك الثقافي فينا نقول والإبداع سنذهب إلى فلسطين في رابورتاج مع المخرج الفلسطيني المعروف الأستاذ هاني أبو أسعد سنة جميلة وسعيدة طبعا كل مخرج بحب أنه يعني فيلمه يحتفى فيه ويأخذ جوائز يعني بالمجمل هو بسينة مباركة بس لكن على سعيد الشخص فيه أشياء مرات تمشيش حسب اللازم مع كل هذا أنا سعيد جدا أنه عمر ناجح عالميا ومحليا مستقبل سينما العربي العربي هو في تصاعد يعني إحنا شفنا بالثمانينات والتسعينات كان فيه هبوط بالألفين بلش يطلع وهلا إحنا في تصاعد وهذا إشي ببشر بخير همشي أنه السينما المصري في العالم العربي وهذا كتير مهم فبنتعمل أنه هاي سنين اللي جاي أنه يكون الإنتاج المصري في جودة أعلى من هيك وفي غزارة أكبر في كان 2013 حصلنا على جائزة لجنة لجنة التحكيم في مصابقة سيرتن ريقار طبعا بعدها ببلش الكرة الدحرج كنا في عدة مهرجنات كان في عدة جوائز لكن أهم كان في مهرجان دبي اللي حصلنا على أحسن فيلم وأحسن مخرج على فكرة هذا أول من المرات القلائل اللي أخدت فيها جائزة أحسن مخرج وبالنسبة لي كانت شهادة كتير عظيمة لأنه كل مخرج بيحب يكون أنه أحسن مخرج لهذه السنة على كل حال شعور دائما مني عظيم وحلو نتأمل أنه نضل على نفس الوفاء سينمائياً ووطنياً ومنشوف شو إن شاء الله الإنتاج الجاي بيكون على نفس المستوى وأحسن بال2014 عندي عدة مشاريع منها مشاريع فلسطينية مشاريع عربية حالياً عم بكاميراً على عدة حصوني من شأن نشوف أنه واحد اللي بيكسب لأنه ما بتقدر اليوم تكاميرا فقط على حصان واحد فعندي عدة مشاريع ماشي في شكل متوازي ما عرفش مين اللي رح يكسب تحية للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد ومن خلاله يعني السينما الفلسطينية اللي عم بتحاول يعني تخطى كل العوائق وكل الصعوبات وكل التحديات اللي بيحط الاحتلال وغير الاحتلال أمامه لا تكون موجودة بالمشهد السينماي العربي والعالمي كوثر بالنسبة للسينما التونسي كانت دائماً حاضرة يعني ودائماً بالمهرجانات تاخد جوائز وإلى آخره وأسماء المخرجين السينمايين التونسيين أسماء لامعة وبرز بالعالم العربي هل لا يزال الواقع السينما التونسي على حاله أم تراجع بفعل الأحداث الجارية هناك لا والله هو بالنسبة إلى ما بعد الثورة لم يقع تراجع على العكس ولكن هناك توجهات يعني تعلم أن هناك يعني دول عربية يكون فيها الانتاج السينمائي انتاج قطاع منتج لكن بالنسبة إلى تونس هو قطاع مدعم مدعم من الدولة أساسا يعني لو قلت لك أن ما تأثرت به ليس على مستوى السينما هذا سأعود إليه فيما بعد ما تأثرت به الوضع الثقافي في هذه الأيام هو أن الجماعات المحلية والجماعات حتى الخواص وكل الجماعات العمومية رفضت تمويل مثلا المهرجانات إيش ذي على مستوى ثاني ليه يعني المشكل في تونس هو رفضت لسوء الأوضاع الأمنية في تونس لأنه بالنسبة إليها ليس موضوع استثمار يعني ليس استثمارا ماديا ناجح يعني الاعتمادات كانت من الوزارة فقط من وزارة الثقافة هو في الأصل كان دائما مدعم لكن هذه المساعدات والإسهامات كانت تتنمي الثقافة بقيت السينما التونسية على نفس النسق وبقيت تعالج مشاغل يعني المشاغل التونسية ومشاغل العالم العربي لكن في هذه السنة تحديدا على مستوى السينما هناك اهتمام أكثر بالأشريطة القصيرة والأشريطة الوثائقية لذلك برزت إذن إبداعات على هذا المستوى لا أريد أن أذكر الأسماء حتى فيما بعد لا أتهم لماذا ذكرت هذا شريط دون الآخر ولكن هنا ظهرت أشريطة قصيرة وأشريطة وثائقية يعني ذات مستوى رفيع جدا ومستوى إبداعي أيضا على مستوى المسرح أيضا هناك تجيع لمسرح الهوات وهنا برزت مواهب لم تكن بارزة في النظام البائد ولم تبرز حتى بعد الثورة هذه السنة برزت في رق ناشطة من داخل الجمهورية يعني ليست من المحافظة من تونس العاصمة وهذا أيضا تغيير بالنسبة إلينا في سنة 2016 أنه وقعت يعني إعطاء الفرص لأكثر من محافظة وإعطاء الفرص لأكثر من جهة حتى لا تصبح هناك حتى تكون هناك نوع من الديمقراطية في الثقافة مثل ما نطالب بها في السياسة الأجدر أن نطالب بالثقافة يعني بالنسبة إلينا المسار ما نتوقعه المسار في تحصن نحس أستاذ زي أننا في مخاض نعم أن هذا يعني أن الفترة هذه هي فترة انتقالية ولكنها بالنسبة إلى الثقافة في جميع ظروبها هي فترة مخاض ستليد إبداعات لأن تونس كما ذكرت لك لأسباب بسبب الاعتمادات المادية لم تكن محظوظة في أنها إذن تبرز كل الطاقة الإبداعية لأهلها أو للمبدعين فيها نعم شكرا كوثر سأعود إليك بعد قليل أستاذ ماجدة خير الله يعني النوع الجيد يعني تحسن الإنتاج الإبداعي كما تفضلت هل هو نتيجة يعني طبيعية للحراك الحاصل للثورة التي التي حصلت يعني والله نتيجة شيء آخر يعني شو اللي خلى النوع يتحسن رغم أنه الكام ربما يكون تراجع بفعل فعلا أنه عم نعيش مرحلة انتقالية عم ننتقل ومرحلة انتقالية صعبة يعني مخاط دموي عم بيكون أحيانا أعتقد أن ده ابتدى مش من 2013 ولا 2012 ده مقدمات ابتدت من 3-4 سنين ويعني وظهرت نتائجها هذا العام والعام الأسبق لأن فعلا كان فيه ترد فضيع في مستوى الفنون عماتا سواء السينما أو التليفزيون والغناء والغناء دلوقتي فعلا بقى فيه أشياء جيدة كثيرة في كل المستوى حتى في الغناء بقى تلع فرق غنائية هيلة بتعبر عن ما يحدث في الشارع ومتواصلة مع الشباب وفيه كلمات جديدة وألحان جديدة في الحقيقة بقى فيه في جميع إلا المسرح لازال المسرح عندنا لأنه المسرح مرتبط بالدولة والدولة مفكوكة المسرح القومي المسارح عموما عندنا أغلبها قطاع ولذلك بما أن الدولة مفكوكة فأكتر حاجة وضحت فيها هذا التردي هو المسرح بالنسبة لنا لكن غير كده أعتقد فيه تفرات واضحة حصلت في السنوات وبعدين بقى فيه مهرجان لسينما الموبايل بقى طلع كم من الشباب والأفكار بقى فيه أشياء جديدة عمالة بتظهر بعد سينما الدجيتال بقى فيه الموبايل أي حد عنده قدرات إبداعية وإمكانيات قليلة يقدر يعمل عمل إبداعي ويعبر عن نفسه فده عمل كم من الأفكار جيدة جدا هدفنا نقول أنه هذا عمل الكم من الأفكار الجيدة أو التغيير النوعي اللي عم يطرق على النتاج الإبداعي له علاقة مباشرة باللي عم يحصل بالعالم العربي معنى أنه هذا الشباب اللي عم ينزل على الشارع اللي عم يغير أنظمي اللي عم يطالب الحرية بالديمقراطية إلى آخره لم يعد يرضيه يعني الفن التجاري فقط أو الترفيه أو الاستهلاك وبالتالي فرض ضائقته أو بداية أو بوادر فرض ضائقته على هذا النتاج الفقافي مئة بالمئة مش بس يعني لم تعد ترضيه الأشكال الأشكال الإبداع التقليدية يعني مهرجان موبايل اللي حكت عنه ستحيات مهرجان مسرح الهوات أفوا أفوا واللي حكت عنه ستكوسر بتونس مسرح الهوات شكلان بيقولوا لك الخروج من المؤسسة حتى في زمن الثورة في زمن التغيير إذا صار تغيير لأنه هناك فيه إسلاميين مع أشباه يسار وهون فيه عسكر ما بعد الإسلاميين يعني موصلنا لبد نياب الربيع ومع ذلك المؤسسة تقمع الشباب الشباب يريدون أن يخرجوا فالأشكال الجديدة هي الموبايل وهي مسرح الهوات الذي ليس احترافيا أنا بس حبيت إشكرك وهنيك على أنك اخترت أنا كنت حاطب بملاحظاتي أنه فيلم العام هو فيلم عمر لهاني أبو أسعد يعني الميادين عودتنا دايما أنه تروح الكاميرا على فلسطين محلة الحقيقي لأنه هي بتوقيت الإتس أصلا وتحيي هاني أبو أسعد أنا بعتقد هذا فيلم العام 2013 بانتياز وهو شوف تواضع عنده بيقول إن شاء الله ترجع السينما المصري لا تكون السينما العربي بقى الفخير يعني عنده قدرة يشوف العالم العربي كله الفلسطيني هيك وبيضلوا هيك فأنا حبيت أشكرك على أنك لا يشعر أول مرة بالنسبة لهاني كان له الجنة الآن وكان عام كان خير وفيه إلي سليمان برضو كان له إسهامات العظيمة العام ده مطبوع بعمر برأيي وهو أنضج من الجنة الآن بس فيه إرخاصات للسينما الفلسطينية سابقة وكان لها توابط في المحافة العالمية بس خلينا نستفيد من الحلقة لنقول شغلتاني سمعنا بتونس سمعنا بمصر أنه المسرح ضعيف لأنه قطاع العام عم بيمول السينما بأزمة لأنه ما في تمويل لازم نطلب أنه الفن الراقي الدولة من واجباتها يعني نحن ندفع درايب حتى تحملنا ذوقنا الدولة فلازم تعود كل الحكومات العربية إلى دعم الفن الراقي أولا والشغل الأساسي يعني ممكن واحد يقول أنه التغيير يعني التغيير يبدأ دائما بمحاولات شابة فكتير مهم أنه نحن نركز على الأشكال البديلة في الثقافة اليوم مش بس الأشكال التغييرين فيه كمان حاجة أعتقد لازم نحط عليها الشرطتين فيه أول فيلم سعودي عاملها سيدة حيفة منصور حيفة منصور ده شيء عظيم أن فعلا في مناطق لم تعرف السينما وكانت غير وارد أنها تظهر فيها فتظهر امرأة تقدم فيلم إلى حد كبير جريء فيه فكرة جميلة متصور جوه الأراضي السعودية ويتعرض في مهرجانات محلية ويأخذ هذا الاهتمام ده مقدمة خير أعتقد أنه يبقى شيء فيه بشائر يعني وبوادر أنه الشباب يكون الربيع السعودي أنه يصير فيه صالات سينما مثلا في السعودية نعم لحد اليوم هناك سينما يعني هناك أفلام سينماية سعودية ولكن ليس هناك صالات لعرض هذه الله كريم يعني إن شاء الله بصير بصير فيه كوثر ذكرتي أنه يعني ليس هناك دعم لا من القطاع العام ولا من القطاع الخاص سؤالي هو أدي نحن بحاجة يعني على المستوى الثقافي أدي بحاجة لمنتج متنور يعني منتج صاحب مال بمعنى أو بآخر أسمالي متنور يحط فلوسه بالمجال الإبداعي ويكون مدرك وهذا كمان استثمار جيد يعني مش استثمار سيء كما يظنون قبل أن أجيبك أستاذي عن هذا السؤال أود أن أعرج على ما قاله الأخ نقد الفني ضيف حضراتكم من أن من ضرورة من أن حق من حق المبدع على الدولة أن يعني تنفق على العمل الفني إذا كان راقيا هنا أريد أن أشير إلى قضية خطيرة جدا وقضية هامة جدا على مستوى الثقافة عانت منها عانى منها مجال الثقافة طويلا هي هل أن هذا السياسي الذي يتحكم في أموال الدولة شئنا أو أبينا إذا السياسي بصفة عامة يتحدث عن الحزب الحاكم عن الهيئة الحاكم عن الرئيس عن من تشاءون ولكن هل هذا هذه الهيئة الحاكمة هل تؤمن بالثقافة هل تعد من المثقفين هل تؤمن بأن التنمية الثقافية هي مع التنمية الشاملة أو هي رافض أهم رافض من روافض التنمية الشاملة للأسف المسألة أعود هنا إلى سؤال الذي طرحتمه عليه المسألة هي مسألة عقلية نرب عليها قبل أن يكون رجل الأعمال رجل أعمال هو عاش في إطار عقلية معينة لا تعتبر المبدعة مرجعية مثل ما يعتبر في الغرب أنا سافرت إلى دول غربية وحينما أقول لهم أنني شاعرة وإن كنت لا أقول ذلك في الدول العربية حينما أقول لهم أنني شاعرة يعني أجد حظوة كأنني قلت لهم لست أدري أنني قديسة فهذه الحظوة لماذا؟ لأنهم يعتبرون المثقفة مرجعية يرجعون إليه يطمئنون إليها يأنسون إلى أنه سيدافع عن حقوقهم سيريهم جمال الكون يعني من كل النواحي سيكون له نفع لهم مباشر بالنسبة إلى هنا صعب جدا أن يربى الإنسان على الجمال يجب أن يكون الجمال داخله كما أنه صعب جدا أن يربى المستثمر على احترام الفن المهم أن يصمد الفنان نفسه والمهم أن نطالب بأن يكون لأعمال الفنية حظة أكبر في في الاعتمادات المرسودة إليها وخاصة أن يصبح الفن سلوك يومي ليس مجرد إقبال الاستهلاك نحن نلاحظ أستاذي أن الثقافة الاستهلاكية هي الثقافة الرائجة يعني لن نلجأ إلى الغناء إلا حينما نريد أن نفر ربما خاصة بعد الثورات العربية أن نفر من حزن الواقع ومن كآبة الواقع لن نلجأ إلى المسرح إلا لنله يعني هناك بالنسبة لا أتحدث عن المثقفين لأن العالم العربي ليس مكونا فقط من المثقفين ولأن دور الفن بالنسبة إلي على الأقل ودور الثقافة هو ليس موجه إلى المثقفين فيما بينهم أنا شخصيا لا أكتب إلى النقاط وقلتها مرارا وتكرارا لا أريد من أي ناقد أن يقرأ لي ولكن أريد يعني مع احترامي من النقاط ومع احترامي إلى من قد مع احترامي إلى الأستاذ الجامع الذي قدم لي هو من الشقيقة مصر الكاتب أحمد طلعت الذي قدم لي ديواني يعني بالنسبة إلي هذا كويس يجب أن ينزل قليلا المثقف من برجه العاجي ويقوم بدوره ويخاطب الناس بلغتهم ويقرب الفن منهم وهذا دور المثقف وليس دور أي شخص أن ذاك سنحصد غنيمة كبرى وهي أن المستثمر سيصبح مؤمن بالثقافة لأننا نحن 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 سنعود سنعود إليك سيدتي ولكن سنتوقف لحظات قليلة ثم نتابع هذا الحوار الخاص بالحصاد الثقافي لعام 2013 لحظات قليلة اشتركوا في القناة 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 مبدعين عرب رحلوا بالألفين وثلاث عشر وبينهم الشاعر الكردي الكبير شيركو بيكاسي وايضا هناك رسام لبناني معروف رحل ولكن بعد اعداد هذه الصور هو الرسام عبد الحميد البعلبكي الى جانب الاسماء والوجوه اللي شفتوها سانس بير يعني ما الذي يترك رحيل المبدعين فيه وجدانيا وروحيا وفكريا خصوصا في لحظات الازمة بتحس انه تركك واحد كان حميك كأنه طفل تخلوا عنه اهله او فقد اهله يعني الفنانون الكبار يعني انا بفكر بيعقوب الشدراوي بلبنان مثلا بفكر بياسين بقوش اللي مات موته كتير بشعة وبعض المثقفين السوريين اضافوا الى موته وموت اخر بانه هجوب بطريقة لا تريق باللحظة يعني بتحس انه هدو الكبار رافع الناصري في العراق من الفنانين الكبار ولا مرة وقع بفخ الدكتاتور ظل بعيد ولا مرة وقع بفخ المذهبية الذي هذا السرطان الذي ينخر بجتمعاتنا ظل ارقى من هكه ظل عراقي عربي انسان فهودي ناس وديع الصافي طبعا هودي ناس فعلا فقدان بيحسسك بالبرد بيحسسك بالعري بيحسسك انه بانعدام الثقة بالمستقبل وعليك طبعا ان تتغلب وان تعيد اختراع هذه الثقة وان تنظر الى الذين ما زالوا حولك والذين ينتجهم الواقع من فنانين شباب وفنانات من الجيل الجديد بدي بس حيي انا بين الصور اللي ما رأيت الرفيق الصبان اللي هو جمع دمشق والقاهرة هو الناقد الكبير وكاتب السيناريو اللي بيحمل نهضة سوريا الخمسينيات ايام اللي كانت الناس بتحكي ثلاث لغات وبتحلم الديمقراطية ووصولا الى القاهرة اللي كان جزء من نهضتها وكل الكبار طبعا طفيق صالح احد الحرفيش وصاحب المخدعون هذي ناس فعلا بتحس بالوحشة انه خسرتهم بالاضافة لأحمد فؤاد نجم بس حكت عنه زميلتنا بتوني السبع اخر الرحلين من مصر كانت زهرة العلا اداء احيانا بنظلموا الفنانين والمثقفين خصوصا بنهاية اعمارهم يعني لما بتقدموا بالسن مثل الخيول النبيلي هيكي بيصيروا بعتمة النسيان بعتمة التجاهل احيانا يعني ما نحس انه بوطننا العربي فيه تكريم حقيقي للمبدع بحياته دائما مننتبه لهم بعض رحيلهم ومنرصيهم ومنكتبوا الى اخره ولكن بحياتهم مرات كتير بيكونوا مهملين رغم يعني كثرة عطاءاتهم والله مش دايما ساعات المبدع بيختار العزلة يعني مثلا الراحيلة امينة رزق فضل التمثل لاخر يوم في حياتها واخرين عندنا يعني كتير ربنا يديهم الصحة متواجدين ولهم وجود ولهم تواجد وحتى تواجد في الحياة العامة مش بس في السنة انما طبعا فقد فنان لوقي مسألة مؤلمة لانه جزء من تاريخنا وجزء من ذاكرتنا وعلى طول بتستدعي كم الاعمال الجميلة اللي قدمها وبتحس انك افتقدته فجأة رغم انه هو كان موجود ومش بيشتعل لكن انا عايزة اتكلم عن حد بالذات وهو الدكتور رفيق الصبان لانه كان استيزي في معهد السينما وكان له اعتقد جزء من تكويني هو مسؤول عنه ثم بعد ما اتخرجت بقنا اصدقاء كنا بنروح مهرجان كان وسط مجموعة من النقاط بيروحوا مهرجان كان فكان دايما بيبقى معايا وبنبقى يعني الصبح بيصحى هو كان ناشط جدا يختار الافلام اهم الافلام اللي هيشوفها مثلا ستة سبع افلام في اليوم فنغش منه نقوله انت هتروح ايه افلام ايه ايه وحاجات كده وكنا نتنافس مين هيشوف عدد افلام اكتر ويبقى مستوعبها وحبيبها ويكلم عنها فهو في الحقيقة ساعد في تكويني بشكل عظيم فانا لا يمكن انساء ويسقط من ذاكرتي ابدا طبعا تحيي لكل هؤلاء الكبار يعني من رحل منهم ومن بقي معنا نقول امد الله في اعمار استاذي كوثر الملاخ حدثت عن رحيل احمد فؤاد نجم وما تركه بوجدانك من جرح ومن اثر ايضا على مستوى تونس يعني هناك بعض المبدعين التونسيين رحلوا بالالفين و13 كيف تتعاملين مع رحيل مبدع تعرفينه او ترك اثرا كبيرا فيك وفي تكوينك الثقافي وتكوين وعيك والله بالنسبة الي المبدع لا يرحل نعم قد تستغرب هذا ولكن بالنسبة الي اذا كان مبدعا فهو لا يرحل قلت انا لم اريد ان ارثي الفقيد احمد فؤاد نجم ولكن لم اريد ان ارثيه ارثيه لانني تمنيت ان الاقيه في حياته وتمنيت ان اقرأ عليه ما كتبته فيه في حياته لكن لما مات شعرت كأنها خيانة لما كنت لتلك الامنية بيني وبيني فلكن كتبت يعني اربع ابيات فقط ولم انشرها اربع اسطر شعرية ولم انشرها حتى كتبت ونجم افل وما افل دموع القواف دموع القواف الثكلة ارامل البحور اصابتها كل العلل لان لان غابت شفت الحق حتما ستعيش القبل فبالنسبة الي شفاه الحق اللي هما المبدعين قد يغيبون قد يغيبون عن اعيننا لكن قبلتهم التي طبعوها على جبين وجداننا على جبين احاسيسنا على جبين حضارتنا على جبين تكويننا مثل ما ذكرت الفكري وغيره ستبقى خالدة احمد فؤاد نجم بنفسه خلد نفسه يقول الخط ده خطي والكلمة ديلية غطي الورق غطي بالدمع يعني شط الزتون شطي والارض عربية نسيمها انفاسي وتربها من ناسي وان رحتنا ناسي ما حتنسانيش هي شوف يعني اخر ما ذكرت ما حتنسانيش هي يعني في نهاية المطاف الوفاء لهؤلاء المبدعين اود بالنسبة الي يعني تأكيدا لما قالتها الاخت النقدة انه بالنسبة الى مصر ارى انها اكثر الشعوب وفاءا لمبدعها لكن بالنسبة الى بقية العالم العربي احيانا لا تسمعوا بمبدع وبعد ان يموت وقد قلت مرة في مناسبة يا ليتني اموت حتى اشتهر وقلتها ممازحة لانني على سبيل المداعبة لانني لا اريد شهرة ولكن يعني في هذا الاتار قلتها لان هناك كثير والكثير من يعني المبدعين الذين ظلموا احياء وبعد موتهم ظلموا ايضا بانهم لم يواصلوا لم يواصل المبدعون فيما بعدهم دربهم ولم يواصل ترسيخ ما صار عليه من رسالة اذا كانت واضحة لهم ولم يكملوها نعم دعيني انتقل الى فكرة اخرى استاذة مجد خير الله يعني بعام 2013 هل كان المثقف العربي او النتاج الفقافي العربي الابداعي عموما سواء كتابة يعني ادبا وشعرا او سينما ومسرحا وتلفزيونا الى اخره مواكب لحركة الشارع العربي ام لا يزال قاصرا حيال يعني المخاضات اللي عم بعيش الشارع العربي والله هو بيحاول يلحق بالحدث لان الحدث سريع بشكل غير متوقع وكل يوم بنعتقد على الالف مصر ان احنا استقررين على هذا الجانب فنكتشف ان بيتنسف تماما واحلامنا بتتبدد فنرجع تاني في احلام جديدة بشكل مختلف فصعب المبدع يلاحق كل هذا التغير السريع في مدة زمنية بسيطة ولكن فيه برضو ناس يعني اقتطعت مما يحدث بعض الصور لتقدم عنها اعمال زي مثلا فرش وغطا هو اختار لحظة خروج بعض المساجين من السجن او اخراجهم من السجن وماذا حدث لأحدهم فلقى الدنيا تغيرت هو حتى مش فاهم اللي حصل فكان في الحقيقة اختار لحظة شديدة تغيرتك مع انه العمل الابداعي يتناول فورا الحدث الساخن ولا يترك مسافة زمنية كما يقول البعض لتناول هذا الحدث يترك مسافة الى ان تستقر السفينة على مرسى فنعرف ماذا حدث وإلى ماذا وصلنا فيه افلام بتتقدم النهاردو عن الحرب العالمية الأولى والتانية وأحداث تاريخية وتبقى رائعة يعني فبس شوي التأمل لماذا حدث عدم الاستعجال يعني بمحاولة لكن فيه اعمال برضو ما اقدرش اقولك انها مش جميلة يعني وبمناسبة المسلسلات شفت مسلسل سوري كان رائع استوقفني جدا اسمه سانعود بعد قليل طبعا ده شيء بتكلم عن عز الازمة وبعض الاسر السورية طرت انها تيجي لبنان وماذا حدث وبعضها عايز يستقر مش معقولة كل الناس تترك البلد للمصير ده وتفر بحياتها فكان مقدم صور بجيعة وفيها شجن ومرارة فضيع فمن الاعمال ده من قلب الحدث تقدر تتكلم على ناس حصل لهم ايه والتغيرات اللي حصل صحيح استاذ بياري يعني ببداية التحولات اللي حاصل بالوطن العربي كتب كثير وحكى كثير عن ان الشارع سبق المثقفين وسبق المبدعين والمثقف العربي عاجز عن يعني اللحاق بهذا الشارع بالألفين وطلعش هل تم استدراك بتشوف يعني هل النتاج الفقافي كان بمستوى ما يجري ام لا يزال قاصرا عن مواكبة ما يجري في الوطن العربي هنا لابد من الفرز من تقسيم المشهد الى اجيال انا لا احب هذه اللعبة دائما لكن عندي صديقة في تونس انا اعرف انها لتشاهد الميادين الليلة احييها دائما شابة فدائما تحكي عن صراع الاجيال هناك جيلان في العالم العربي اليوم على الاقل تبلور في المدن وفي الدول التي شهدت مخاضا سميناه ربيعا الجيل الذي دجنه الدكتاتور بما فيه المعارضون واليساريون وصلوا الى وقت اما استقالوا اما انتحروا اما صمتوا اما استكانوا دخلوا في اللعبة يأسوا وهناك الجيل الجديد الذي تعلم السياسة والفن والإبداع في قلب المعمع في لحظة يعني التاريخ الان فهذا الجيل يحاول ان يبدأ بلغة اخرى وانا رأيي هذا الجيل علينا ان نلتقط ارهاصاته اكثر من اي وقت مضى لانه يتكلم هذا مش معنات الغاء الكبار والغاء السابقين ولكن هذا الجيل هو البوصل الذي يدلنا على الشمال وازن ان هذا الجيل يخترع لغته ويخترع ادوات مختلفة وسيأتي يوم يتصالح فيه اليوم في قطيعة يرفض ما سبقه يتصالح مع تراثه ويدخله في نتاجه بس هذا لا يعني انه ما في مبدعين من الاجيال السابقة موجودين اليوم بس بشكل عام هناك قصور التاريخ سبق الابداع وبموضوع تناول الحدث يعني بموضوع تناوله دراميا ابداعيا بشكل عام يعني مش بالضرورة فقط بالتلفزيون انت مع تناول الحدث الان والله الانتظار ريثما لو سألتني السؤال بشكل آخر لو قلتلي هل يكون النوعية جيدة حين تتناوله فورا لقلت لك لا ولكن مش قضيت انا وياك مع او ضد الفنان ينقض على الموضوع الذي يريد انت شاعر وتعرف هذا الموضوع لن احدد لك قصيدتك ولكن الاكيد انه لابد من تراكم وانه الثورة الفرنسية الحرب العالمية الثانية الحرب الاهلية اللبنانية انتج عنها افلام مباشرة بعدها وما زال ينتج عنها افلام حتى اليوم الحدث الكبير نستوعبه مع مرور الوقت ولكن هذا لا يمنع ان نتمرن باسكاتشات اولية مع تراكم السنوات الى ان يأتي اليوم الذي نرى فيه المشهد كاملا استاذة كوثر تتابعين النقاش حضرتك هل ترين المشهد الابداعي والثقافي العربي مواكبا لما يحصل في الشارع العربي ام لا يزال قاصرا حياله انا اعتقد ان المشهد الابداعي والثقافي هو جسء من الشارع يعني جسء من حركة الشارع اصلا خاصة بعد توفر مناخ نسبي للحرية لا اقول مناخ حرية ولكن مناخ نسبي للحرية ارى ان الشارع ليس سباقا لم يكن سباقا بالنسبة الي ولكن هو نفسه أصبح يفترض أو يشترط نوعية المبدع في القديم كان الشارع ينتظر من المبدع أن يكون له الدافع للثورة الدافع للإنعتاق الدافع للبحث عن الحرية في الوضع الراهن أرى أن الشارع ينتظر من المثقف أن يكون المدون لحركته وبالتالي بما أنه المدون لحركته سيساوقه على مستوى الحركة ومثل ما ذكرت لك لا أعتبر أن هناك مبدع يكون خارج عن هذه الحركة عن حركة الشارع وعن حركة المجتمع وعن حركية المجتمع بالنسبة إلى ما ذكرت حتى لا أتعبك بسؤالي بالنسبة إلى مسألة المسافة الفاصلة هل أننا يعني بعبارة أوضحة أننا نكتب بصفة مزامنة للحدث أم أننا نكتب بصفة بعدية هي المشكلة نحن هنا أمام يعني مسر بيني في كلتا الحالات فيهما إشكال المشكلة الأول أننا حينما نكتب كتابة آنية نكتب حينما أقول أكتب أي عمل إبداعي حتى السينما إلى آخره فقد نسقط في التهوين فقد نسقط جراء الحماسة جراء التفاعل المفرط في التهوين أو التبسيط أو ظلم الحدث عدم إلاءه الأهمية التي يستحق في المقابل إذا ما تركناه حتى يهدأ وينضج ويختمر في أذهاننا فقد يكون فات أوانو الحدث وأصبحت وظيفة العمل الإبداعي أنذاك ليست تلك الوظيفة التوعوية بل هي مجرد وظيفة توثيقية لما حدث بالتالي أظن أن هناك مقولة تقول لا يجب أن نصل قبل الموعد ولا بعد الموعد نصل في الموعد العامل الزمن ليس مهما في هذه الحالة على الأقل هذا في اعتباري الخاص المهم هو حينما يكون العمل في نوعه أن ترعى فيه ثلاث نقاط النقطة الأولى هي فهم الحدث واستيعابه وتأمله من جميع زواياه حتى لا يصبح صانع العمل الفني مثل ذاك الذي يرى من المكعب وجها واحدا من ست وجوه هذا هو الإشكال الذي لا يجب أن نسقط فيه ثانيا التفاعل الإيجابي مع الحدث بقطع النظر عن الحماسة المفرطة يعني الحماسة مطلوبة في العمل الإبداعي وواجبة وضرورية لكن حينما نتناول العمل نتناوله بروية بحكمة والحكمة تعارض عادة هذه الحماسة أيضا هناك التفاعل الفني ليس لأنه يجب على مستوى الزمن أن تزامن حدثا هاما فيجب آنذاك أن تنجز أي عمل يخلو من الشروط الموضوعة لجودة العمل الفني أختم بشيء واحد أنه لا يمكن الإقرار على ما قلت كله لا يمكن أن إقرار به كحقيقة مطلقة وعامة فحسب نوعية الحدث أعطيك مثلا سيد الكريم أنا لما توفي عفوا استشهد الشهيد شكري بالعيد إذن كان القلم حاضرا وكانت القصيدة جاهزة كتبت صفحات وصفحات دون أن أعيب معنى ذلك أن هناك من الأحداث لا يتركنا ننتظره يفرض بالضبط بشكرك على مدخلتك بموضوع آخر ولكن له علاقة شهدناه بال2013 وشهدناه بال2012 هو مسألة تصنيف المثقفين والفنانين ووضع لوائح شرف ولوائح حار ومحاسبة المبدع على موقفه السياسي أستاذة ماجدة هل حضرتك مع التعامل مع المبدع العربي بناء على آراءه السياسي وانتماءاته السياسي والإديولوجي أم بناء على نتاجه الإبداعي أم بتشوف المسألتين مترابطتين يعني لا يمكن الفصل بينهما في حاجات ما ينفعشي أن أنت توقف ضده يعني في حالة ثورة الناس قامت على فساد على ظلم ما ينفعشي أن أنت كمبدع تيجي مع الشخص الفاسد المبدع الحقيقي مع الحرية ومع الديمقراطية ومع المسائل ومهما كان إبداعك الناس بتتألم وبتحطك ملاش أن احنا نقول جداول مش جداول الناس بترفضك ببساطة يعني في جميع المجتمعات هقول لحضيتك مثلا زي إليا كزان إليا كزان مخرجة عظيم له مدرسة كذا كذا بس أيام المكرسية كان بيدل على الزملاء وكان بيكتب تقارير بيوشي بالزبط نعم الفيلم ندلسي على المدرسة بس بعد كده بعد كده مثلا ب20-30 سنة لما جي ياخد أسكر شرفي على مجمل أعماله الناس في الصالة زملائه سفرهم واستهجنوا أنهم يدوا فالتاريخ لا يرحم المبدع اللي يقف ضد مشاعر الناس وضد الحرية ويساند الفساد أو بأي شكل من الأشكال سيس بير بها المقطة هاي أنا ضد محاكم التفتيش زاهي في شغلة أساسية يعني إذا الثورات هدفة ديمقراطية والتطور لا ينبغي أن تكون كيدية نعم باتة بالآخر برأيك بالزبط ولكن أنا مش مع فقدان الزاكرة يعني هناك محاسبة يعني أنا إذا ناخد مثل تونس أنه فيه مسرح كبير مثل محمد الدريس فنان مبدع كان للأسف الشديد في السنوات الأخيرة في العشرية الأخيرة من رموز نظام بن علي التعييس الزكر فهل هذا يشطب تاريخه أنا مع أن الشعوب تكون من القوة والثقة بالمستقبل واحترام الديمقراطية بحيث تستوعب الجميع ولكن مع واجب وفرد المحاسبة لابد من جردة حساب نحن خرجنا من حرب أهلية في لبنان ولم نحاسب بعضنا البعض هذا خطأ نحن لا نحاسب لابد من محاسبة لابد من جردة حساب ولكن الثقافة تنتشعى للجميع مدام التاريخ يسير إلى الأمام فمرحبا بالجميع شرط أن يقول أنا كنت مخطئا وهذا كان خطأي ولكن اللي بيظل العمل الإبداعي له قيمة مستقلة بحد ذاته يعني مهما كان المبدع حياتي مكني إنسا أخطأ أو أصعب يعني أنا بذكرتي عيشه شيكسبير اللي يمكن حضرته بالشام لمحمد دريس من أجمل ما شاهدنا في المسرح العربي منذ الاستقلالات يعني وبالتالي هذا لا يمحى ولكن طبعا محمد دريس كان متواطئ مع الطاغية ويتحمل مسئوليته وطورد شرة طردة من المسرح الوطني طردوا المنزفين بلحظة هروب بن علي وهذا كان لابد منه الآن لابد أنا مع التصالح الوطني يعني بفرنسا في تمثال بعد سورة الفرنسيين عمل هو الكونكورد الصلحة الوطنية خلاص يعني التاريخ أخذ حكمه والآن ممكن نتصالح مع بعض نعم ولكن حجم ما يجري أستاذة كوفر في العالم العربي اليوم يمكن التسامح والغفران والمصالحة حلو بعيد المنال بسبب كثرة التشضيات والانقسامات الحاصلة في الوطن العربي للأسف أي دور للمفقف في هذا المجال؟ والله أود أن أشير إلى شيء إلى فعل استعملتموه في حواركم هو فعل المحاسب بالنسبة إلي فعل المحاسب فيه يعني هذا ما يبلغني على الأقل ما يبلغ أذني حالما سمعته فيه نوع من الحجر السياسي لا مش صحيح دمقراطية محاسبة لا لا مش صحيح فيه أعمل يسمعني أعمل يسمعوني؟ أعمل يسمعك طبعا لا 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 سمعين لمحاسبة بالديمقراطية في محاسبة كين محاسبة ثم محاسبة في الديمقراطية نحن نتحدث عن الإبداع لن نتحدث عن المحاسبة على مستوى المحاكم أو على مستوى المحاسبة المالية أو الفساد المالي لا الرأي العام الرأي العام يحاسب وهو استاذاهي سألني عن المبدعين الذين كانوا متورطين في العهود البائدة فهل نلغيهم أو نقبلهم؟ هذا كان السؤال أنا بالنسبة لا هو بالنسبة إليه السؤال كان هل نحاسب المبدع على عمله الفني أم على مواقفه السياسية؟ شو رأيك؟ ما هو مقياسنا في محاسبة؟ أنا بالنسبة إليه لا أحاسب بل أناقش بل أثمن يعني هناك كلمة الحساب أعتبر أن فيها حجر بقطع النظر عن يعني عن مدى اقتناع البعض بهذا أم لا؟ بالنسبة إليه باختصار شديد لأنه الوقت انتهى لو سمحتي لي بالنسبة إليه في كلمتين الفن العمل الفني إذا كان مضمونه سياسي فإنني أناقش الكاتبة أو أناقش المبدعة في ذلك المضمون السياسي إذا كان مضمونه ليس سياسيا فإنني أناقش العمل الفني وأحاسبه على العمل الفني ماذا عن موقف الفنان؟ سألنا إياه نعم ماذا عن موقف الفنان؟ ماذا عن موقف الفنان؟ عم يسألك الأستاذ بيرو مع أنه وقت 30 ثاني بدك تجاوبي لو سمحت بالنسبة إليه أجيبه في دقيقة في كلمة واحدة إذا كان هناك صدق فني إذا كان الفنان لا يدعي ما ليس له في عمله الفني يعني لا يكون في الواقع منافق حشاكم ويكتبوا عن الصدق عاقل الحال إن شاء الله نخصص حلقة خاصة بعلاقة المثقف بالسياسي وعلاقة المثقف بالسلطة أنا بدي أشكركم جدا أتمنى لكم كل الخير بالعام المقبل عام 2014 شكرا لك أستاذة كوثر الملاخ من تونس شكرا لحضرتك أستاذة مجدة خير الله من مصر أستاذ بير أبي صعب من لبنان الشكر الأكبر دائما لمشاهدينها لنتمنى لهم كل خير ونتمنى أنه أن يبتعد كل سوء على جميع الناس وأن تحمل السن المقبلي بشائر أمل وفرح وحب وخير وجمال لجميع البشر نلتقيكم على خير دائما بإذن الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر